قمة النقب احنا كلمنا الاسبوع اللي فات عن شرم الشيخ وكلمنا على العقدة برضو قمة النقب بدأت في مجموعة من الدول لديها اتفاقات ابراهيمية مع اسرائيل نحن علامة جيدا بنتكلم على الامارات بنتكلم على المغرب وايضا البحرين وشاركت مصر ايضا من خلال وزير الخارجية السيد سامح شكري في هذا اللقاء وبلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة في هذه القمة القمة واضح ان كان في خلفيتها مسألة ايران ولازمنا بنتتبع هذا الموضوع مع خرب ابراهيم الاتفاق النووي مع ايران زي ما بتكلمه وبقوله خلال ايام خلال اسابيع لكن الموضوع اصبح محل اهتمام كان واضح ان وزير خارجية الامريكي كان بيرسل رسالة واضحة جدا لهذه القمة ان الولايات المتحدة حريصة على علاقتها بدول المنطقة وان مسألة الاتفاق النووي مع ايران لن يأتي على حساب هذه الدول قام ببعض الخطوات في هذا الموضوع الخطوة الاولى انه التقى بالرئيس الفلسطيني ابو مازن قبل القمة واللي وجه له ابو مازن الشكر فيما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة التي استأنفتها لفلسطين او للسلطة الفلسطينية احنا نتكلم في حوالي نصف مليار بتتفحى الولايات المتحدة وكان واضح ان بلينكين بيتكلم على ان اي تحركات اقليمية او اي وفاق اقليمي او ترتيبات اقليمية ليست بديلا عن السلام مع بين اسرائيل والفلسطينيين وده نفس الموقف اللي بتأيده الدولة المصرية يعني الدولة المصرية حريصة على ان التأكيد على فكرة ان السلام مع بين الفلسطينيين واسرائيل هو امر اساسي ومحوري لتهديدة الاوضاع والسلام في المنطقة ولا يغني عنه اي ترتبات او تفاعلات اقليمية بتقوم بها القمة طبعا كان من الواضح ان هي قلقة جدا من عدم اتخاذ وجهة نظرها في مسألة ايران دول كثيرة في الخليج بيكلموا في هذا الموضوع ايضا اسرائيل في هذا الصدد لكن بلينكين كان واضح ان ايران لن تمتلك سلاح نووي وايضا من نقطة الاسرة في هذا الموضوع ان مسألة الحرس السوري ان لن يعني يزال من قائمة المنظمات الارهابية مثلما طالبت ايران وده كان طلب مفاجح اي من ايران خلال المفاوضات ما كانش مطروح في فترات قبل كده ربما شعرت ايران بالهروالة الامريكية لابرام الاتفاق فبدأت تسرع من الطلبات اضافية حتى تأخذ مكاسب اضافية القمة نقشب بعض القضايا فيه كلام نشر حول ان فيه رغبة ان القمة دي تكون دورية وتعقد بالتبادل في الدول التي انعقدت فيه كلام على ترتبات امنية فيه كلام على ترتبات اقتصادية والعلاقات اقتصادية المغرب رغم انها بعيدة عن المشهد لكن حب التورس الرسالة انها يعني مهتمة بالسلام الاخليمي ايضا مصر دولة اساسية ومحورية وفاعلة في المنطقة ومهما كانت علاقات اسرائيل بتركيا في حال التنامي ورئيس اسرائيل زارها ورئيس الوزراء على وشك ان يزورها بفترة قريبة لكن ده لا يغني ابدا عن الدور المصري والمحوري وده امر معروف بالنسبة لهذه الدول ان القضية الفلسطينية والموقف المصري في العلاقات ما بين مصر واسرائيل واطلال على منطقة الشرق الاوسط جميعا فالموقف المصري هو موقف اساسي وبارز وفاعل في هذا الموضوع فيه كلام ذكر حوالين دول خليج يعني المشاركة الامارات والبحرين انما تطلب تكنولوجيا اسرائيلية في مجال القبة الحديدية ومواجهة السوري احنا اتكلمنا في موضوع ده المرة اللي فاتت كان بناء على تقارير منشورة في بعض الصحافة الغربية لكن الكلام ده اصبح متداول ايضا النهاردة يعني اشير في بعض الاخبار ان منطقة حرة ستنشأ بين الامارات وبين اسرائيل يعني هترفع قدر كبير جدا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع ودي كلها ترتيبات بنتكلم على فكرة الوفاق وبناء علاقات اقتصادية استراتيجية في المنطقة ما بين الدول مختلفة وايضا علاقات امنية طبعا قمة مثل قمة النقب لم يكن في الخيال لا الاسرائيلي ولا العربي ان تعخذ من 10 او 15 سنة لكن طبعا يعني وده اللي خلاها النهاردة على مائدة الحوار اول موضوع هل هي امتداد لقمة شرم الشيخ بتأكيد طبعا هو واضح استكمال يعني انا مقدرس يعني مسألة استكمال وقمة العقبة لكن هو واضح يعني هو واضح ان فيه ترتيبات مختلفة وتحركات مختلفة يعني بتكلمي على قمة العقبة مثلا كان فيها الاردن والعراق ومصر والسعودية شاركت من خلال مشاركة وزارية بتكلمي عن قمة شرم الشيخ كان فيها الامارات ومصر واسرائيل واضح ان فيه تحركات في دول المنطقة لترتيبات امنية واقتصادية على مستويات واصعيدة مختلفة لمواجهة كذا متغير يعني المتغير الاول هو متغير تغير الوضع الامريكي في منطقة الشرق الاوسط مما يجعل هذه الدول تتجه الى روابط في المبنى او الترتيبات الامر الاخر تداعيات المشهد الدولي في الحرب الاوكرانية الروسية في هذا الموضوع وتزايد المشاكل الاقتصادية والمشاكل تتعلق بالطاقة والأمن الجزائي وقضايا من هذا القبيل النقطة التالتة ان المنطقة فيها العديد من التحديات والمشكلات اللي ربما اصبحت تتطلب اعادة هندسة للعلاقات داخل المنطقة يكون فيه اطرافها دول اقليمية مثل تركيا ومثل اسرائيل وايران على وشك الاتفاق النووي وايضا الدول الفاعلة والاسية في المنطقة فاذا نحن نتكلم على هندسة جديدة يعني الهندسة اقليمية جديدة للمنطقة لم نعهدها من قبل ومن الواضح انها تسير بوتائر متسارعية لماذا تظل ايران هي الرقم الصعب في المعادلة وخليني ارجع لكلام حضرتك يمكن في الحلقة الاولى وتكلمنا على التهديدات اللي كانت فيه البيانة بتبحدد الولايات المتحدة كانت من ضمن التهديدات الواضحة والمباشرة كانت ايران فكرة ايران هنا لفترة الجاية وتأثيرها عن منطقة وتدورها وهي الرقم الصعب في المعادلة الآن ايران فيه اكثر من اشكالية ايران اولا الحرس السوري انما يرى على عديد من الحروب بالوكالة او البروكسيز اللي احنا بنسميهم في شهر هي موجودة عند الحوسين وحوسين استهدفت السعودية منذ ايام واستهدفت الامارات فاذا نحن نتكلم على ان امن دول الخليج تحت ايه تحت الخطر وتحت التهديد في هذا الموضوع ورد الفعل الامريكي لا يأتي على مستوى توقعات دول الخليج منذ بدء الهجمات الحوسية بالمناسبة يعني حتى من عهد ترامب من 2019 عندما في سبتمبر لما استهدفت المنشآت السعودية لم يكن رد ترامب على المستوى وده ربما اغضب المسؤولين السعودية فطبعا ان ايران بتمثل تهديد لهذه الدول باعتبار انها بترع عدد من التنظيمات الحسين في اليمن حزب الله في لبنان بعض التنظيمات في العراق الجهاد في فلسطين يبقى اذا لابد من تسوية هذه الاوضاع لان كثير من المفاتيح الاقليمية انها مرهنة بهذه الصراعات يعني الموقف في لبنان ما هو ايضا جزء من هذا الصراع مواقف اخرى في العراق في دول اخرى فحتى تستقيم الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط الذي يواجه تحديات كثيرة تحديات الغزائية وتحديات الالهاب وتحديات العنف وتحديات تفكك الدول في هذه المنطقة لابد من تسويات على مستوى الاقليمي فايران هي طرف اساسي في المعادلة فضلا عن مشكلة ايران مع اسرائيل هل دلوقتي الاتفاية النووي ده هيهدي العلاقات مع اسرائيل انا يعني ما قدرش اجزم بهذا ليه؟ لان العلاقات بتتطور منهم علاقات التصادق يعني مثلا اسرائيل بتستهدف منشآت ايرانية في سوريا وفي نفس الوقت استهدفت مفاعل نتاز وبعض السفن الايرانية وردت ايران الاسبوع اللي فات كان فيه استهدف في العراق في اربيل يعني بتكلم على مسارح جديدة من الصدمات بتتفتح ما بين الدولتين هل الاتفاق النووي؟ هل الضمارات الامريكية؟ هل الموقف هيعدل الموضوع؟ تدخلت جمان في عداء مع الدول العربية زي ما حضرتك لتذاكر مش اسرائيل واسف كده بتوسع دائرة العداء هنا هل ممكن يحصل اتفاق معها برغم كل هذا العداء وايضا العداء اللي فينا وبين الولايات المتحدة يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجة اتفاق بمعنى اتفاق حاليا امريكا مركزة في موضوع الاتفاق النووي الاتفاق النووي الدول العربية كانت تتمنى او الدول المعنية بهذا الشأن يعني كانت تتمنى ان تدخل بعض العناصر اخرى على الاتفاق بمعنى البروكسس دور ايران في الشرق الاوسط لكن الولايات المتحدة كانت بتركز دايما على الملف النووي لكن بلا شك يعني التصريحات اللي صدرت عن بعض مسؤولين الامريكيين بما فيهم تصريحات كانت في ممتدى الدوحة لمندوب او ممثل الولايات المتحدة في الشأن الايراني تحدث صراحة ان المواقف متطابقة بشأن الحرس الثوري الايراني ولن نحزفه من قيمة المنظمات التي ترعى او التي تمارس الارهاب على الرغم من التصريحات الايرانية بتتكلم اني ده جيش وجيش موجود داخل الدولة وما ينفعش يصنب بهذا الامر لكن طبعا دوره في دعم الشبكات انا مش مقترس يعني انا فاكرا اشتغلت فكرة الترتيب للجيش الايراني تراجع فانا سألت ليه جيش الايراني تراجع وهي في ظل كل هذه العداء في المنطقة وخارجها قيل انها تركز وتقوي الجيش الثوري فده جاي على الجيش النظامي اللي هو بيدخل في الترتيبات الدولية فبالتالي انا مش مقترس هو بتقوي بالفعل للجيش الثوري عندها هذا الثوري هو اداتها في المنطقة طبعا بلا ادنى شك الامر التاني ان ايران استطعت ان تطور تكولوجيا عسكرية على مستوى طائرات المسيارة وعلى مستوى الصواريخ ودي كلها كان يعني بعض الاطراف العربية تتمنى ان تكون جزء من هذا الاتفاق صواريخ الباليستية وغيره يعني لكن واضح الولايات المتحدة بتركز على مسألة الشأن النووي وتحاول ان هي يعني تدعم مثل هذه الروابط على مستوى الاقليمي اللي ربما تكبح جماح ايران في المنطقة على المدى الاطول